موسيقى هناك مثل أو مقولة يكثر ترديدها بين الناس في بعض قبائل العرب، وهي الله يرحم مزنة، فمن هي مزنة وما هي قصتها؟ مزنة هي مزنة بنت منصور المطرودي من قبيلة بني خالد، قصة هذه المرأة بدأت حينما ذهب والدها وإخوانها وكل رجال الحي إلى صلاة الجمعة، كانت المسافة بين قريتهم العوشزية التي تعود إمارتها بذلك الوقت للمطرودي من قبيلة بني خالد الشهيرة، وكانت هناك مسافة بين العوشزية وعنيزة، وهي مسافة كبيرة تبلغ سبعة كيلو مترات، ومن هنا فإن غيبة رجال القرية ستكون طويلة، خاصة أن الرجال تعودوا أن يرتاحوا بعد صلاة الجمعة لشرب القهوة في منزل أحد معارفهم في عنيزة، ويمكثوا هناك إلى قرابة مغرب الشمس حتى يعودوا إلى أهلهم، كانت تلك عادتهم على مر الأيام، حيث يتركون النساء وحدهن في فضاء مكاني واجتماعي لا رجل فيه، ولقد ترصد بعض شباب البادية هذه الفرصة وخططوا لسرقة مواشي المطرودي وفيها إبل وغنم كثير، وهذا ما حدث، فتمت عملية استجماع الماشية وشرع البدو في قيادة الغنيمة متجهين شرقا على عكس طريق عنيزة، ولم يكن في الحي رجال ينقذون الموقف، هناك تحركت مزنة بنت منصور المطرودي، وقد أحست بالغيظ من ضياع حلال والدها هكذا عنوة، وما كان منها إلا أن فتشت عن ثياب لأخيها فلبستها، ووضعت العقال على رأسها، وأحاطت وجهها بلثام باستدارة الشماغ، وقفزت على ظهر الفرس، وجاءت بالنساء ليحطن بها من بعيد متخفيات بأنواع من اللبوس، وكأنما هن من بطانة الفارس الملثم، ثم هبت هبة سريعة تعد بفرسها باستعراض دائري لا يقترب كثيرا من البدو، لكن تكون على مرءا منهم، وكأنما تتهيأ لهجمة تباغط اللصوص وتحصد الرؤوس، ظلت تدور وتستعرض مرتين أو ثلاثا، حتى أحدثت في نفوس اللصوص رهبة وتحفزا، لما يمكن أن يحدث لهم من هذا الفارس الملثم الذي فاجأهم، وقد كانوا يظنون المكان خاليا من الرجال، هنا اقترب الفارس الملثم، وقد نضجت قلوب البدو خوفا ومفاجأة، حتى خطبهم الفارس الملثم بصوت أجشة، مقتضي بالكلام قصير الجمل، وبروح آمرة متغطرصة، تأمرهم برد الماشية، وقد حلفت بالطلاق ثلاثا، مهمة إياهم أنها رجل، متوعدة إياهم قائلة إن لم تردوا الحلال فسوف أقتلكم واحدا واحدا، وأمرتهم بالاتجاه نحو البيوت عائدين، تقول هذا وهي تنطلق بفرسها في دائرة طويلة تحيط بالمكان من بعيد مشهرة سلاحها، ومستعرضة على الفرس مع حركات تتبادلها مع صواحبها من النساء المتربصات من بعيد، وكأن الجميع يمثلن خطة عسكرية في التطويق والانقضاء. بعد كل هذا الاستعراض المهيب، استسلم البدو، وقرروا رد المواشي، لكنهم سألوا من نحن بوجهه؟ فقالت لهم أنتم بوجه حماد المطرودي، قالتها بصوت أجش، فاستسلموا وعادوا مع الغنيمة إلى بيوت المطرودي، وهناك نزلوا في الضيافة ليأتيهم وعد بالعشاء الذي راحت مزنة ونساء العائلة يجهزنه للضيوف الأعداء، إلى أن حضر الرجال العائدين من عنيزة، وعلموا بالخبر، وصاروا يرحبون بضيوفهم اللصوص، لم ينكشف الأمر إلا حينما أصر البدو على معرفة الفارس الذي واجههم في تلك الظهيرة، هنا أبلغهم الأب أن الفارس لم يكن سوى ابنته مزنة بعد اعترافها له، ولقد وجدت المطرودية نفسها بعد تلك الحادثة مطلبا للخطاب من فرسان العرب، وشاع خبرها في مجالس الملوك والأمراء، حتى خطبها ابن جلوي وراحت عنده، وأنجبت الأمير عبدالله بن جلوي أمير الأحساء آنذاك، فالناس عندما يسمعون بشخص يمدح نفسه بما ليس فيه، يتذكرون مزنة وما فعلته ويقولون الله يرحم مزنة.